موسيقى مشاهدين الكرام أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج وجه الوجه يشرفنا اليوم أن يكون معنا الدكتور مجدي بدران خبير علم الفيروسات عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناع وعضو المنظمة العالمية للحساسية له العديد من المحاضرات في الجماعات والمتديات العالمية ألف كتاب العالم في مواجهة كورونا وهو أول كتاب عربي تحدث عن كوفيد-19 نتحدث معه اليوم عن محاولات الولايات المتحدة الأمريكية تسييز تتبع منشأ فيروس كورونا وخطورة ذلك على الجهود الدولية المبذولة لمكافحة الوباء أهلا بحضرتك يا دكتور أهلا بحضرتكم السيد المشاهدين في العالم كله بداية إلى أي مدى يفتقر التقرير الذي صدر على المخابرات الأمريكية بشأن مسألة تتبع منشأ فيروس كورونا يفتقر إلى المنهج العلمي طبعا تقرير ده تخمينات ولم تسبص صحتها ولا يوجد أي دليل علمي أو علماء بيأيدوها واضح أن دي تدخل تحت الخيال العلمي بنحيث أن احنا بنقول فيروس جديد وبالتالي فيه أشياء كثيرة جدا استفدنا منها من هذا التقرير إن واحد إن التخمينات خاطعة اتنين لا يوجد دليل علمي ثلاثة إن الفرد ده تهاوى تهاوى أمام حتى داخل الأمريكي حتى أمام الشعب الأمريكي أصبح غير مقتنع بهذا عالميا العالم كله مش فاضح إحنا مش فاضيين ولو فتحنا الباب لتسييس أي فيروس هتكون مشكلة كبيرة جدا جدا ليه؟ لأن في فيروس تاني في فيروس تاني اسمه الإيدز وقتل حوالي 36 مليون من البشر الكورونا قاتل تربعة ومصف مليون وأصابت حوالي 216 بس تعالبها في الإيدز الإيدز ظهر 81 ومن قبل 81 من 79 أنا شخصيا كنت متبع ظهور الحالات في أمريكا أنا صاحب أول مرجع عربي عن الإيدز وبالتالي كان في حالات كثيرة قبل الإعلان عن الإيدز والإعتراف بها رسميا في أمريكا من 79 ل81 ظهر الإيدز في 81 ومع ذلك انتشر في العالم كله زي ما احنا شايفين وقتل 36 مليون في كل مكان في العالم تحب نفتح تأسيس على هذا؟ والفين؟ وليه؟ وظهرة؟ ومين وراه؟ مشكلة كبيرة جدا ونضيع وقتنا ونستنزل جهود الحكومات والشعوب وحتلاقي عبال ما تخلص هذا ويطلع التخمين راقر ويطلع خطأ أو صح هتلاقي فيه فيروس جديد جاه شغل العالم بإتباعيات أخرى في مقابل ذلك الصين طالبت منظمة الصحة العالمية بدراسة احتمال تسرب كورونا من المختبر الأمريكي فورت ديتريك ما تعليقكم على ذلك؟ ما هو طبعا الاحتمالات كلها وردة ما نقولت لك ممكن يكون المختبر ده مستر هوفمن ومستر هوفمن قاعد في جنوب القرى الأفريقية قاعد جنب شجرة شجرة وجنب شوية قروض وممكن يكون الفيروس طلع من هناك وردو عايزين بقى لاجنة تروح هناك ونشوف وبعدين تقول لي بقى إن شاء الله السنة الجاية مستر هوفمن هو العامل الفيروس في المختبر ده ولا لا فيه تخمينات كثيرة هنضيع وقت الناس والناس بتموت ومش فاضين ليه؟ لان انت لو ما نجحتش فيه تحدي الكورونا الكورونا سيزل معك لأبد واحد اثنين إذا فشلت في كبح جباع هذا الفيروس الفيروس القادم اللي حيجي بعد الكورونا حنسميه سابرينا ولا كارينا ولا مارينا اللي جاي اللي جاي برضو حيغلبك لأنه عندك أنت أخطاء ولانه صح أخطاء وما تزعلوش مني كل من أصيب بالكورونا مرة أو مرتين أو ثلاثة لازم يسأل نفسه لماذا العب من مين وليه الأخطاء وليه ما صلحتش أخطاءك وهل أنت عند مارة مزمن صلحتها لا هل عندك طرق العدو أعرفتها هل منعتها وهكذا مفهوم ممكن أن نحن حضرتك يا دكتور أن تعثر الولايات المتحدة الأمريكية هو الذي دفعها لمسألة تسييس الفيروس هل هذا هو السبب الوحيد أم أن هناك أسباب أخرى مثل تشويس صورة الصين مثلا طبعا في التنافس السياسي العالمي والنجاح الصيني المشهود في مجالات كثيرة غير الطب وغير الأشياء الأخرى هل نوصل لكل المجالات فيه نجاح الصيني وفيه نجاح الصيني وواضح أن الإنسان الصيني بشكل عام مثل مثل جميل ليه العالم كله شوف مشت الإنسان الصيني شوف البنات نفسها إزاي المشي العسكرية لتلتبقى الصين ده اللي واحد يحب يتفرج عليهم شوف إزاي تقديس العمل شوف ما يكون فيه فيروس جديد جيه وما كانش موجود في الكتب ومنظم الصحة العالمية ما تعرفش حاجة عنه وبعدين هنعمل إيه هنعمل إيه والصين تضع أول حجر صحي في العالم لستين مليون إزاي وإزاي الناس التزبت وإزاي الناس تعلمت أنها لازم تستجيب للتعليمات الحكومية في أي دولة في أي دولة عرفنا أن ما يكون فيه فيروس جديد لازم الجهود كلها تتضافر لازم فيه تعاون وتنصيق وفترة سيارة الصين نجحت فيه السيطرة على الوباء من الموجة الأولى رجعت الإقصاد تاني رجعت السياحة تاني رجعت التعليم تاني والمدارس الأولى في العالم رجعت المدارس وبالك إماما كانت الصين أحيانا بتيجي فيه حالات طرقة جديدة من خارج الصين بتيجي حالات طرقة في نفس الليلة في نفس الليلة يقول لك ملاعب رياضية في نادي ماء النوادي كلها ناس ساعة 12 بليل راحوا وفحصوا والطعاموا والصبح تم سيطرة على الوباء في مكان مثلا فيه حوالي 100 ألف أو 120 ألف يبقى مثلا كبير جدا نختلف زي ما نختلف ولكن نتعلم من الآخرين نتعلم ونستفيد لمصلحة الشعوب ده لأن في النهاية منفعة عامة للبشرية اللي الصين عملته من طبقه في مصر والشعب الحضاري الصيني والشعب الحضاري المصري واضح أن هما نجحوا في سيطرة على الكورونا شوف الشوارع المصرية المقصب بتاعنا ما تعطلش التعليم بتاعنا ما تعطلش بعد ناش وفيهات احنا نجحنا فيما فشل فيه الآخرون ما أسباب نجاح الصين في مكافحة الفيروس كورونا ونجاحها في السيطرة عليه كما أشرت حضرتها واضح أن دي القرس الحضاري في الصين والالتزام بتعليمات ومعايير النجاح في الصين أدى إلى طفوق وعلى عدو عدو جديد على عالم كله نتعلم من الصين إيه؟ نتعلم من الصين إذا جالك عدو يجب التكاتف يجب الاكتهاد يجب التزام يجب تنفيذ الأوامر يجب أن أنت تحاول تستغل ما متاح لديك من إمكانيات بحيث بالأدوية البسيطة اللي موجودة في الأسواق زي ما الصين عملت ومصر عملت أدوية البسيطة اللي موجودة في الأسواق اللي كانت في أي صندلية عادية استخدمناها إحنا وهم وقضينا على الموجة الأولى والتانية أنا أقولي الكلام ده لإيه؟ لأن في البدايل البدايل اللي غالية جدا البدايل في دواء ممكن يوصل لحوالي 500 ألف جديد وعشرية ألف جنيه والإبرة بألفين جنيه أدوية ولم تثبت فعاليتها بنفس الكفاءة مثل الأدوية التي كانت موجودة في السوق المصري أو الصيني في علاج الكورو عشان كده أقولك البروتوكول النسبة الشفاء عندنا عالية جدا نسبة الوفيات عندنا منخفضة جدا وواضح اللي عايز يتعلم كيف يكافح الكورونا يفتح على إحصيات الكورونا في مصر والصين وأمريكا دكتور مكدي الصين لم ترفض مطلقا مسألة تتبع منشأ فيروس كورونا الجديد لكنها في الوقت ذاته ترفض مسألة تسهيث هذا الفيروس كلنا ماذا نستفيد من تسهيث الفيروس دلوقتي هتعطل وما عندكش أدلة حتى لو كان الفيروس خرج من مختبر أنا قلتلك من مستر هوفمان اللي في جنوب القرى الأفريقية ممكن خلاص مفرد ما عندكش دليل لأن هتروح فيه عارف أنت إذا أصيب إنسان بالعدوى بعد حوالي ستة شهور إحنا بدل 20 شهر هنعمل الوقت لجل التحقيق أوكي نجمل التحقيق وحيطل لجل التحقيق ومنظمة الصحة العالمية وحنروح أنا وإنت حنروح معهم وكلام وفيش وحنروح ما فيش دليل الراجل اللي أصيب من 20 شهر أو من 10 شهر ما فيش دليل في دم أنه هو أصيب تلاشت المناعة مناعة قصيرة الأمد فيروس كورونا ده فيروس ليس غبيا فيروس زكي المناعة اللي بتوسب عن العدوى منه قصيرة حتى التطعمة بعد كده ما عندكش دليل فيه وحتضور على دليل في الحيوانات عنده خفاش عندك حوالي 1200 نوع من الخفافيش ضوى الصارس واجده في الصارس في 50 نوع من الفيروسات قريبة للصارس بالخفافيش ضوى على الخفافيش وحتلاقي الخفافيش منعيتها أحسن مننا إحنا وعندها فيروسات كتيرة جدا جواها ولحوالها 68 نوع تقريبا من الخفافيش جوه وتتعايش دي أصلا حيواني وحتلاقي وصلت أنت عطلت وقتك ما وصلتش إلى حاجة في الآخر عشان أنت سيست وصرفت فلوس وصرفت أنظار الآخرين وعطلتنا ما أهمية التمسك بالمنهجية العلمية إزاءة مسألة تتبع منشأة الفيروس أكيد إحنا ما نكون عندك عدو ما نكون عندك مشكلة لازم قبل ما تفكر أنت تخلص من هذا العدو إزاي تدرس العدو ده من أي نجاب وماذا فعل وإيه حجم المشكلة وإيه الخطورة بتاعته الأضرار الصحية اللي بيعملها لي والوفيات اللي ممكن تنجم عنه وإيه البدائل المتاحة وهل ممكن أعمل نوع من التعايش معه ولا لا بأشياء كثيرة جدا لازم أنا أعملها مخطط حتى أشتغل صح عملا أنت أرعاف أنت الأركان الحرب يبا لازم أنا بتعامل مع الفيروس كأن أنا في معركة وعايز أركان حرب وبستعين بخبرات أخرى وبستعين بخبرات سابقة ولازم أنا يبا عندي ناس أفكر في أفكار جديدة ولازم أكون مستجدات أحلم أن أجيب دواء غالي أو أجيب تطعيم غالي عشان أكسب منه فلوس الناس بتموت يبا أنا مش فاضي أنا مش فاضي ولو جاني تلفون مش هرد عليه ولو جاني أي شي مش هرد عليه ومش هخرج أنا في مرحلة حرب مش هخرج يبب أنا هكرس حياتي كلها وقت للمعركة دي يبب دواء مهم قوي عشان أنا أتخلص من هذا الفيروس لكن إنت عندك فيروس دل وقت هتقعد تعمل لي حفلات وتعمل لي اجتماعات وللأسف الموازين القوة الصحية انكشفت بعد كورونا وكوفيد 19 هناك تعاطف كبير جدا من العالم مع الصين حتى أن 28 حزبا وستنون 13 دولة أعلنوا تعاطفهم مع الصين في مسألة قضية تتبع منشأ الفيروس كيف ترى التضامن العربي مع الجانب الصيني في هذا الشأن وطبعا هناك تضامن عالمي وفي تضامن دولي مع الصين الصين أكبر دولة في العالم في إنتاج اللقاحات وأكبر دولة في العالم في إنداد الشعوب باللقاح لأنهم يدوا 2 مليار لكوباكس هم يعملوا خمسة يدوا 2 وهي أعلى دولة في تطعيم حتى اليوم هم عملوا مدرسة للعالم كله طعاموا 2 مليار جرعة في الصين ده كويس جدا الصين وفرت الطعامات في 100 دول يبقى 100 دولة دول من اللي هم الدول الفقيرة أو المعدومة أو المعدومة سيقصاد ضيق شوية الدولة الغنية طعامت حوالي 51% الدولة الفقيرة حوالي 1.5% فرق 100 ضعف فإذا ما فيش اللقاحات مش هتيجي هبقى فيه وفيات أعلى وإصابات أكتر واقتصاد هيتعطل وتعليم هيتعطل الحاجة كمان التانية للصين أنا بتكلم من ناحية العلمية للصين قدمته للعالم إن الصين واحد إنها وضعت مدرسة للصحة العامة كيف تكافح وتقي نفسك من الكورونا كيف تسيطر وتحجم على فيروس جديد لأن أنا عايز الخبرة عشان الفيروسات القادمة قعد تفتكر إن المعاملية خلاص بعد الكورونا لسه فيه 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 قادمة فيه جاية فيه جائحات جاية بس لازم برضو أعرف إن الصين أما بتديك تطعيم لدولة فقيرة أو دولة ما بتقدرش أما بتتنازل عن الملكية الفكرية الصين تنازل من الملكية الفكرية وابتدت زي مصر بنعمل بنلقح اللقاحات الصينية ما بتعمل كده دي منفعة عامة للبشرية منفعة حتفيدك فيه بقى كلما زادت معدلات انتشار فيروس الكورونا كلما زادت معدلات التفراط ومعدلات ظهور تحورات ومتغيرات جديدة وبالتالي جائحات جديدة فوق الكورونا هديجي مش بقى يبقى كوفيد 19 هتلاقي عندك 22 وغير و30 يبقى الصين اما بتوفر لدولة ما التطعيم ده بيقلل من الاصابات والوفيات وبالتالي بيقلل كمان من ظهور متغير مثلا دلتا بتغير بتمنع وبتقلل ظهور متحور جديدة الله اعلم هتبعمل ازاي هيقوم العلاجات هيبقى اشبش راس اقول قتلا ربما هذا هو الذي دفع الرئيس الصيني شي جنبين اللي ان يطلق مفهوم بناء مجتمع عالمي يتمتع بصحة جيدة الى اي مدى ترى تطبيق هذا المفهوم على ارض الواقع في الحوار الشعبية في الوطن العربي معروف اما بتحصل حريقة ويبقى مثلا حسن بتخاني ما يحسين كل بروح يطف الحريقة يبقى بفروض في العالم اما يحصل وباء ما فيضان في اي دولة بتلاقي كل الاحرار والغيارة كلهم مفروض ويقعزين نطف الحريقة يبقى عايز تطف الحريقة لتندلع في مكان ما عايز تساعد اللي عنده فيضان عايز ساعد اللي عنده زنزال يبقى اكيد تتضافر الجود ونتحد مع بعض لان الفيروس والكوارس لا تعريف الحدود وزا مسلا تغير المناخ جه هيأسرع العالم كله تنسى السياسات وياريت ان امريكا والصين يتفقوا مع بعض وكلهم يتحدوا مع بعض وعشان نوفر مظلة تخدم الناس كلها بلا طمع في مال او طمع في اي نوع من الوصاية السياسية او فرض الامور او فعل الدول الى اي مدى تعد الدول النامية والدول الفقيرة ضحية لقضية تسييس تتبع منشأ فيروس كورونا من حيث ان هذه القضية تعرق للجهود الرمية لمساعدتها لمكافحة الوباء اكيد اكيد دي هتعطلنا هتعطلنا اول شي الوقت من ذهب هتعطل الناس اصلا هم يسمعوا الكلام يعني عشان انا اشوف برنامج والناس تتكلم والناس تكتب ده ورنا تعطل خليهم اشتغلوا حاجة مفيدة اتنين خليهم يعني ما نعملش القضية بلا قضية يعني خلي فيه سبب لطرح قضية عشان نحلها لكن انت بتعمل قضية وفي النهاية هي اصلا كانت طمعا فيه كسب اصوات في الانتخابات او حزاب سياسية او مش هنسفيد بيه حاجة تلاتة ان العالم النامي محتاج الجهود محتاج الوقت فلسه احنا محتاجين اشياء كثيرة جدا ومحتاجين دعم مالي ومحتاجين دعم صحي ومحتاجين دعم تعليمي المواطن في العالم النامي محتاج الوقت تعطلوا ناش علماء منظمة الصحة العالمية كانوا قد اصدروا تقريرا مشتركا في اوائل عام 2021 بشأن مسألة تتبع فيروس كورونا الجديد الى اي مدى يمكن البناء على هذا التقرير ويجب احترامهم في الوقت الحالي خاصة ان هذا التقرير اشار او استبعد فرضية ان يكون الفيروس مخلق داخل المختبر انا شايف نكتفي به نكتفي به ونشوف ايه المشكلة جديد نشوف مشكلة دلتا لاني بعد دلتا في صلقة جاية جديدة منضيعش وقتنا واعتقد دا المنطقي ودال وارد وحتى لو ما كانت المنطقي هنضيع وقتنا وهمضيع الكتير من الاموال في البحث عن الفيروس جي من سواء جي من معمل سواء نشوف بقى سواء جي من معمل في اي دولة سواء جي من حيوان سواء جي من اي طفرة في اي مكان كل دا مش هنستفيد به حاليا حاليا ولكن المهم ان احنا نقضي على الكورونا ونمنع انتشار سواء الدلتا ونرجع تاني لحياتنا ما قبل الكورونا هنستفيد ايه يقولك احتمال احنا لو عرفنا الفيروس جي من هيا سوف حفيدنا في الاقتصاد او في الزراع او او هكذا كلها اعتقدنا خيالات علمية خيالات علمية ام اهداف سياسية طبعا طبعا بس هما حاولوا حتى ده هما حاولوا يبحثوا عن اي ارضيات علمية ولكن لم يجدوا تتبع اصول فيروس كورونا الجديد يجب ان يخده العلماء وليس الساسة الى اي مدى توافق على هذه المقولة دكتور مال اكيد دي نصيحة في كل مجال دايما تبحث عن اهل الخبرة اهل الخبرة في المجالات الصحية او في المشاكل الصحية فردنا اي مرض اي مرض جديد المهندس او العسكري او السياسي او الجزار وبالتالي او الساحر او الكذاب يستخدموا السحر والخزعبالات والغلاجات العشوائية عند وجود مرض ما يجب ان تذهب للطبيب عند وجود وباء ما اذهب الى اهل العلماء المتخصصين في السيطرة على الباء وإلا سوف تدفع السمن غالين وتضيع وقتك وتفقد ارواحا كثيرة حتى تصل الى الحقيقة وبالتالي عند وجود مشكلة مثل هل هناك كورونا هل هناك وباء جديد هل هناك فيروس مستجد او جديد يجب ان تلقى الى العلماء اذا لقيت الى السياسة اذا لقيت الى الرجل الجنرال اهل البطل في الحروب ماذا تستفيد وعند مثلا عند التعامل مع المرض ممكن انا يجيني جنرال يجيني جنرال من اي دول من اي دول كبرى يجيني جنرال عنده نقص في المناعة ومشكلة في الحساسية انا تخصص دقيق حساسيات صعبة للعلاج واشوف مرضى من جميع نحاء العالم اوكي تشغل اي دول اوكي تسمع كلامي قصد وفرك ما تدخن ش ما فيش خمرة ما فيش مخدرات هتنام بدري هتشتغل كذا ما تتوترش نزل وزدك ضلح ضغطك وا 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 انا اللي بده اتخلص من القط انا عنده قط اخلاص انا ازلتلك امر انا الحظر الامر عنده وجود وباء بالشكل ده وانا اشتغلت خارج مصر فيها مناطق فيها وباء عنده وجود وباء في مكان ما ممكن تعمل حجر صحي على مدارس على اعمال تقف الاسواق وهكذا عنده وجود مشكلة تهدد حياة المواطنين اصبحت انا الجنرال الصحي المسؤول عن النازل لا يحق للعلماء ان يتدخلوا في عمل الساسة ايضا السياسيون لا يجب ان يتدخلوا في عمل العلماء خاصة في هذا الامر لا تعطلون وحتى نص لانا احسن نخدم الناس انت انت ليس عندك شيء تقدمهم به انت رجل عسكري انت اتعامل مع الاعداء انا اتعامل مع اعداء فعلا انا رجل اتعامل مع الحروب وعندي خبرة بالحروب وعندي خبرة الحروب الصحية انا اتعامل مع اعداء غير مرئيين انت حضرت جنرال بتعامل مع عدو انت شايف بعينك او بالكمبيوتر او بالرادار انا بتعامل مع فيروس لا يراه احد صعب جدا احنا مشاكلنا اكثر عمقا واكثر صعوبة من الحروب العادية انت بالتالي وكنش بس كده ده الفيروس كمان ذاك جدا ومتطور جدا وعنده امكانيات ان هو بيطور نفسه وسحات جديدة ووجوه جديدة وشريال جديدة واشكال جديدة وعراض جديدة وبالتالي دع المعركة لي ودع اتخاذ القرار لي واسمع كلامي لو سمحت حتى لو انت جنرال او رجل سياسة كيف ترى دور منظمة الصحة العالمية في هذا الشأن في الرد على مسألة تسييس تتبع فيروس كورونا الجديد كل الاحترام لمنظام الصحة العالمية ومنظام الصحة العالمية دي علماء من كافة الدول دي مش دول واحدة كل احترام لمنظام الصحة العالمية كل التشجيع لها والرأي كلنا هنكتمع على رأي واحد واعتقد ان احنا نقطة اقلب الصفحة تم قفل هذا الموضوع وكل احترام لقرار منظمة الصحة العالمية مدير منظمة الصحة العالمية كان قد تحدث ايضا عن عدم تسيس الوباء او حذر من مسألة تسيس الوباء لانه بيضيع الوقت لانه بيشتت الجهود لانه بيثير العدوات بين الشعوب وبين الدول لانه لا طائل من ورائه لان احنا المعركة ما زالت يعني انت في معركة انت في معركة دلوقتي عندك 22 ساحة حرب 22 ساحة حرب 22 دولة بتحارب الكورونا في وفيات في اصابات في مدارس بتوفل في جماعة توفل فما تضيع وقتك واشتغل اشتغل لانه حسبك في الاخر والبشرية حتحسبك وربنا يا حسبك انت في دول ما عندهاش مرضى في دول ما عندهاش وفيات في دول ما عندهاش اصابات في دول ما تعطلتش انت بتعطلنا انت بتعطل نفسك بتعطلنا لا وستمحت يعني خلافة من اي دولة اللي مش هيشتغل في هذه المعركة هيخسر ومش عايزين ويخسرنا منذ تفشي فيروس كورونا الجديد والصين لم تعمل على مكافحة المرض بداخلها فحسب لكنها ساعدت العديد من دول العالم كيف ترى مساهمات ومساعدات الصين للدول العربية في مكافحة فيروس كورونا كانت مشكورة جدا وده ليست غريب على الشعب الصيني والحكومة الصينية كان فيه امدادات طبية كان فيه مساعدات فنية حتى اوروبا حتى اوروبا ايطاليا كان فيها مشكلة كبيرة جدا ما الصين تدخلت تم انقاذ ايطاليا من الجائحة الاولى مش هننسى يبقى كان فيه مساعدات بدية وكان فيه ايضا بعد ظهور اللقاحات في دول كثيرة جدا اخذت تطعيم مجانا تطعيم مخفض تطعيم حق الحقوق الانتاج الملكية الفكرية المتنزل عنها البراءات الاختراعات وهكذا الصين لقبرة عليها فيه قيادة الجهود العالمية نحو السلام ومساعدة الشعوب صحيا كيف ترى اهمية تتنازل الصين عن الملكية الفكرية لتصنيع اللقاحات بل ودعوتها للعالم في ذلك جميلة جدا ليه لان فيه دول رفضة فيه دول يقولك من حق دافع الدرايب ان انا اخلي التطعيم ده في بلد انا بس مش هتديك وبعدين هم انا ما تديك يعني هم التفكير اللي هو قصير الامد يقولك انا التطعيم ده لولادي بس بس المرض لو انتشف في بلد الاخرى المرض لا يحترم الحدود هيجيلك هيضرك يبقى انت منع الفيروس خارج الحدود يحمي اولادك داخل حدود بلدك يبدأ التفكير الصح يبدأ التفكير الصح ان انت انع العدوى داخل البلاد وخارجها لمصلحتك انت لمصلحتك انت هتستفيد خبرة وربنا هيكفع الحاجة التانية انت اما تقلل من حجم انتشار الفيروس خارج البلاد هتقلل من هجومه عليك بدل من يهجم عليك انت وبالتالي الشعب الصيني والحكومة الصينية كانوا عندهم ريادة في نشر مبدأ المنفعة العامة للبشرية التنازل لحقوق الملكية الفكرية مش بس في اللقاح انت عايزين التنازل على الملكية الفكرية في اللقاح واي دواء جديد واي طريقة للتشخيص واي كتس الاختبارات وهكذا وبالتالي نحجم اي فيروس جديد في المستقبل قادم ويستغل الناس كلها ده في نشر مفاهيم اخرى للتعاون عارف انت عملت كده لن تنشأ حروب في المستقبل حروب ايه ما احنا كلنا اخوة وكل ايه بنتعاون ما اسباب نجاح الصين في السيطرة على متحور دلتا الذي ظهر مؤخرا التطعمات الصين كانت اللقاحات الصينية كانت فيها جرعتين الصين من اول الدول اللي قالت هنطعم الجرعة التالتة ده مهم جدا تعجيز المناعة بالجرعة التالتة لان واضح ان الاستجابة المناعية لسلالة دلتا واضح انها بتقلي مع دلعدوى اصلا وبتقلي مع التطعيم فبالتالي من محتاجين جرعة تالت واحد اثنين ان الصين نجحت انها عندها الفكر الزكي عند زهور حالات بيتتبع الحالات وتجيب بزارها منين هم بيعرفوا بيعرفوا عالطول مين السبب ومين المخلطين وانهم عندهم تكنولوجيا بيعرفوا مين انت حتكت بمين في فترة اخيرة فانت بتبقى انت مشيت في الاسواق روحت اماكن روحت فنادك روحت روحت القطار معروف انت حتكت بمين وبالتالي بتجيلك رسالة على المحمول هذا الشخص احتكى بازيل روح اكشف اعمل اختبارات وبالتالي من السهل جدا السيطرة على اي فيروس ينتشر داخل حدود الصين المترامية الابعاد صعب في الدول الاخرى مفيش حد عنده تكنولوجيا دي واحد اتنين مفيش حد عنده التنصير انت عيان لا الناس بتنكر لا الناس انك ببتنكرش بيعترف يقول لا انا عندي انا شكاك انا شاكي مهم باقو ان احنا نفكر التفكير الجماعي ان احنا اسرة واحدة حتى لو كانت بالمليارات شعب جنيل جدا وفكري جميل جدا وانا شايف ان دي الدولة اقولها في العالم في نشر الفكري الجماهيري الدولة التي يتماسك شعبها مع بعضه ربما لان الشعب يثق في الحكومة ويثق في سياسات الحزب الشيو الصيني اكيد طبعا في حب وتواهم بين الحكومة وشعبها بس من ضمن الاشياء الجميلة في الصين ان الشعب ينفذ القرارات ان القرارات تصبح مصلحة المعطنين ان الناس هو عداء فكري اللي احنا عايزينه فكري اللي هو التعايش في سلام مع الاخرين وعدم الانصرية وعدم كره الاخرين ومفيد جدا كيف تستفيد الدول العربية من تجربة الصين في مكافحة فيروس كورونا والسيطرة عليها مهم اوه في حياتك لو انت عايز تنجح ان انت تستفيد من الاخرين تستفيد من الاخرين الذين فشلوا ما تعملت زيهم والذين نجحوا تعمل زيهم وتحاول انت تتنافس معهم يبقى الصين نجحت ليه في معركة الكورونا لانها عملت حجر صحي لم يذكر في الكتب او التاريخ كان اول مرة متكر لانها نفذته بتطبيق صارم لان الشعب كله تضافر مع الدولة نعود الى عملية تصنيع اللقاح الصيني داخل مصر الى اي مدى دكتور مجبي تكثيف عمليات الانتاج من هذا اللقاح تسهم في القضاء على فيروس كورونا في اسرع وقت هنستفيد في مصر ان احنا هنعجل بالقضاء على الوباء هنستفيد في مصر ان احنا هنخدم شعبنا ونوفر التطعيم بلا اي نوع من الانحياز للسياسة او المنافسات هتستفيد انت هتفيد الشعوب الاخرى اللي حواليك افريقيا والشرق الاوسط هتستفيد انهب عندك التكنولوجيا قبلة للاستخدام مع امراض وفيروسات اخرى سواء موجودة او قادمة اخيرا دكتور مجبي نتحدث عن كتابك العالم في مواجهة كورونا وهو يعد اول كتاب عربي عن كوفيد 19 الذي يحوي هذا الكتاب باختصار طبعا ده كان يبحث عن لماذا نشأت الفيروسات بشكل عام ليه الكورونا جت ازاي ان احنا نتعامل مع هذا الفيروس وايه الخبرات اللي لازم يبقى عندنا تتراكم عشان نكافح اي فيروس في المستقبل وعلى فكرة اتنزلت عن كل ريع الكتاب للدولة هل الكتاب تحدث عن تجربة الصين مثلا اه طبعا طبعا الصين رائدة الكتاب تناول تجربة الصين في تشخيص الوباء وتحجيم الوباء وخبرات المتراكمة وكانت سريعة جدا انها اول دولة في العام لسيطر وحتى الان هي مسيطرة واصبحت معدلات الانتشار قليلة جدا حسب عداد السكان يعني عداد السكان نازم من حسب الدول على حسب كم مليون نسمة والاصابات الاصابات في الصين قليلة جدا جدا يعني هي من دول متقدمة في مكافحة الكورونا كل ده كان مذكور في الكتاب الدكتور مكدي بدران خبير علم الفيروسات في النهاية بنشكر حضرتك على كل هذه المعلومات المفيدة شكرا جزيلا حضرتك ولسهد المشاهدين مشاهدين الكرام الى هنا نصل الى نهاية حلقتنا شكرا لمتابعتكم شكرا للمشاهدين شكرا للمشاهدة